الآن مشاهدين إلى النظام السوري واستثمارات وسؤال من المستفيد أحد عشر مشروعا لاستثمار مختلف لأثروات الباطنية في سوريا هي الخطوة التي أعلنت حكومة النظام السوري في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة هذه المشاريع المطروحة ينتظر أن تحقق عائدا سنويا يزيد على 300 مليون دولار وستشمل 21 نوعا من المعادن والمواد الخام من الثروات الباطنية التي تنتشر في سوريا إذن 21 من المواد الخام والمواد الباطنية نقلنا عن مدير المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية السورية واسمه سمير الأسد فحسب الأسد فإن هيئة الاستثمار أعدت دراسات لطرح هذه المشاريع الاستثمارية بخامات ذات كلفة كبيرة وأخرى صغيرة وستسمح بإقامة صناعات تكون الأجدى اقتصاديا بدلا من تصديرها خامة وحسب هيئة الاستثمار السورية فإن المشاريع ذات الكلفة الصغيرة التي لا تتجاوز 15 مليون دولار تشمل مجالات إنتاج البازلت والصخور الكلسية وإنتاج الماغنيزيوم واستثمار ملح السوديوم للتصنيع وتطوير استخدامات الإسفلت مع إعطاء تسهيلات للمستثمرين خاصة لإنشاء المشاريع ذات الصلة هذه الخطوة الاقتصادية تأتي أيضا بالتزامن مع زيارة يجريها وفد اقتصادي سوري إلى إيران وهو بهدفي الانتقال من ما قيل مذكرات التفاهم وتوقيع الاتفاقيات إلى التنفيذ على أرض الواقع حسب مصادر مقربة من حكومة النظام السوري طبعا تطرح تساؤلات عن الأطراف المستفيدة فعليا من هذا الانتقال هل من شأن أن هذه المشاريع أن تحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على الدكتور فراس الشعب الأكاديمي والباحث الاقتصادي السوري ينضم إلينا من اسطنبول تحياتي دكتور فراس كما قدمنا سمير الأسد مدير هيئات الاستثمار والجيولوجيا والثروات المعدنية يقول بأن النظام السوري يسعى للاستفادة من القيمة المضافة فبدل بيع المواد الخام يصنعها ويستفيد أكثر ما بين الطموح والهدف المعلن هل هناك ما يخفى أم أن هذا قابل للتحقيق تحية طيبة اليوم هذه المشاريع ظهرت بصار حقيقة بعد زيارة الرئيس الإيراني وبعد السنة الماضية قام النظام السوري بتوقيع اتفاقيات استراتيجية طويلة الأمد على جميع الأصعدة في سوريا مع إيران وبالتالي اليوم الحديث عن هذه المشروعات هي بالتأكيد حالة من تسليم هذه المشروعات أو سداد جزء من ديون الدولة أو النظام للإيرانيين وبالتالي اليوم عندما نتحدث عن دولة تريد بناء مشاريع صناعية من المفروض أن يتوفر بنية تحتية من المفروض أن يتوفر قوى عاملة من المفروض أن يتوفر قوانين وأنظمة وتشريعات هذا كله غير موجود بالتالي اليوم هذه النقطة دكتور أفهم من كلامك أن كل الطرق تؤدي إلى إيران ربطك لتوقيت الزيارة جاء بعد الرئيس الإيراني أيضا تطابق بين تصريحات سمير الأسد ومدير غرفة التجارة المشتركة السورية الإيرانية حول هذا الأمر هل هذا يعني بأن المستثمر الخارجي الذي تمت الإشارة إليه هو حصرا إيران وكيف يتم هذا مدام النظام السوري يتعرض لعقوبات وإيران تتعرض لعقوبات ألا تؤثر هذه العقوبات على هكذا استثمارات في الحقيقة الهيئة أو الفريق الاقتصادي الذي ذهب إلى إيران فعليا التقى مع أربع أو خمس شركات نفطية وبدأ الحديث عن آليات تنفيذ يعني موضع التفاهمات والمراسيم انتهينا منها اليوم نحن في مرحلة التنفيذ اليوم الإيرانيين يريدون استعادة كل دولار وضعوه في الداخل السوري وبالتالي نحن اليوم نتحدث عن مرحلة تفكيك مفاصل اقتصاد السوري وتسليمها للمتنفذين لماذا لا يتم طرح هذه الاستثمارات للمزادات لجميع الدول لماذا يتم تخصيص دول معينة بهذه الاستثمارات هذا التساؤل يطرح على النظام سمعنا منذ فترة عن بيع نصف تقريبا مطار دمشق الدولي وقبله موانئ الساحل وقبلها الفوسفات السوري إذا نظرنا إلى المستفيد الوحيد نجد أن الروس والإيرانيين هم الذين يتقاسمون الحصص إذا كانت إيران تريد أن تستدعيد أموالها بحسب ما تصف فإن موسكو أيضا لديها نفس الأهداف فلماذا إيران هي الوجهة في هذه الاستثمارات سيدتي اليوم في سوريا هناك اتفاق خفي ما بين الروس والإيرانيين لتقاسم الحصص فليس من المنطقي أن تسيطر إيران على كل شيء وليس من المنطقي أن تسيطر روسيا على كل شيء هناك نوعا من الاتفاق غير المعلن ما بين هاتين الدولتين على محاصصة المفاصل الاقتصاد السوري إيران تسعى للحصول على البنية التحتية تسعى للحصول على الفوسفات تسعى للحصول على الموارد النفطية والطاقة الكونها لديها الباع روسيا لديها امتيازات في الساحل حصلت عليها وهي بالنسبة لها جيو سياسية والستراتيجية وبالتالي هذه التقسيمة اليوم في سوريا هي من تحدد اتجاه الاقتصاد السوري اليوم عندما نتحدث عن بيع القطاع العام وبيع هذه الشركات وبالتالي نحن نتحدث عن عقود طويلة الأجل قد ترضخ الشعوب أو الأفراد السوريين لفترة طويلة تحت حكم هذه الشركات وبالتالي نحن في نوعا ما نقوم ببيع أصول الدولة دكتور فراس ماذا عن القوانين الاقتصادية الراهنة في سوريا هل هناك عوائق تمنع هكذا استثمارات لأنه يتم الحديث عن استخراج قوانين جديدة لتحفظ المستثمر الأجنبي فيها من إعفاءات وآليات لإخراج القطاع الأجنبية فهل سيكون هناك تغيير في القوانين الاقتصادية؟ نعم هناك قوانين الاقتصادية تحتم على الشركات الكبرى برأس مال يتجاوز 50 أو 60 مليار دولار أن الحصول على موافقة مجلس الشعب وبالتالي قد تخطر قوانين تستسني هذا الأمر أيضا موضوع العملة الصعبة وإخراج العملة الصعبة وإدخال الآليات وكيفية التعامل هذه الآليات والجمارك المفروض على هذه الآليات والضرائب التي سوف تفرض على هذه الشركات هذه كلها سوف يتم إعادة سيغتها ولكن في الحقيقة سوف يتم إعادة سيغتها لمصلحة هذه الشركات وليس لمصلحة الخزينة الدولة يعني فعليا إذا نظرنا إلى هذه العقود هي عقود إذعان ولكن ليس إذعان من قبل الدولة إذعان من قبل الدولة للشركات الأخرى أي أن الدولة ترضخ لشروط هذه الشركات سوف يتم وضع شروط للدولة السورية سوف توافق عليها الدولة السورية وبالتالي الدولة السورية مجبر على تنفيذ هذه الشروط حتى تستطيع هذه الشركات المضيق ضمن وتحقيق الهدف المرجو منها هو الانتفاف على العقوبات الإيرانية. محاولة إيجاد قدم للإيرانيين في المنطقة. ومحاولة استعادة ما وضعوه أو أنفقوه في الداخل السوري. نتيجة الحرب المستمرة على الشعب السوري. دكتور فراس عود للنقطة. نقطة العوامل الخارجية التي تعيق هكذا استثمار أو هكذا قسمة كما تصفها. النظام السوري وإيران يخطعون لعقوبات منها الاقتصادية. ومنها التي قد تؤثر على سير هكذا استثمارات. هل ترى ذلك؟ لا. في الحقيقة اليوم من يسيطر على إيران والعراق وسوريا ولبنان هو واحد. فبالتالي هناك ممرات بين هذه الدول الأربع من إيران إلى البحر المتوسط. الطريق مفتوح مرورا بالبادية السورية ومرورا بالعراق. وبالتالي الطريق مفتوح لهذه الشركات وطريق مفتوح لهذه المنتجات سوف تخرج وسوف تنتقل إلى دول العالم. هذا الأمر لا يمكن السيطر عليه. اليوم النظام يحاول العالم كله محاربة الكبتاجون الذي يقوء. الذي علم العالم كله بأنه هو الذي مصدر الأول الكبتاجون. ولا يستطيع. فما بالك بشحنات تجارية أو شحنات مواد أولية أو مواد بحاجة لها العالم لإنتاج المنتجات. وبالتالي لا يمكن نوعا ما محاربة هذا الأمر. يمكن للإيرانيين والسوريين الالتفاف. وهم بارعين بهذا الأمر. الالتفاف على القوبات. إنشاء شركات بأسماء وهمية. وإدخالها في بعض الدول. وبالتالي تصبح العملية سليسة جدا. الدكتور فراس شعبو الأكاديمي والباحث الاقتصادي. كنت معنا من إستمبول. إلا ترجمة نانسي قنقر